السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم يتعلق بحل أسئلة لقصدة عبرات شاعر للمتنبي لطلاب الحاد عشر المنهاج السوري مهارات الاستماعي اختر الإجابة الصحيحة من كل مما يلي نظرة الشاعر في النص هل هي ذاتية أم موضوعية أم ذاتية موضوعية الجواب الصحيح ذاتية موضوعية يجمع الشاعر في أبياته السابقة بين الغزل والوعظ أم الغزل والرثاء أم الغزل والمديح الجواب الصحيح بين الغزل والوعظ مهارات قراءة السؤال الأول اذكر أثرين من آثار العشق في المحب مما ورد في النص الأرق والرقة والبكاء المتواصل السؤال الثاني هاتي من النص السابق مثالين لمعاناة الشاعر همما الحب وآلامه الجواب السهر وخفقان القلب أما الاستعاب والفهم والتحليل المستوى الفكري السؤال الأول أستعين بالمعجمة في تعرف الفرق بين جهد وجهد الجهد وهو الطاقة أما الجهد هو المشقة ثانيا أكمل المخطط التالي بما يناسبه من الفكر الآتية وقوع الشاعر في العشق وتصوير روعة العشق في الصبا الذهب والتستر على الشباب وأيامه ولوم الأحبة على صدودهم نقول الفكرة العامة تصوير روعة العشق في الصبا أما الفكرة الرئيسة الأولى وقوع الشاعر في العشق أما الفكرة الرئيسة الثانية التحسر على الشباب وأيامه أما الفكرة المستبعدة لهم الأحبة على صدودهم السؤال الثالث وقف الشاعر من أهل العشق موقفين متعارضين وضح كل منهما الموقف الأول لامهم على عشقهم أما الموقف الثاني عذرهم على عشقهم عندما ذاق لوعة العشق أما السؤال الرابع بدى الشاعر في المقطع الثاني متعقلا حينا ومستسلما حينا آخر وضح ذلك الجواب بدى متعقلا في البيت الثامن حيث أكد على أن نهاية الدنيا هي الفراق محاولا التخفيف عن نفسه وبدى مستسلما في البيتين العشر والحادي عشر عندما تحسر على أيام الشباب التي لا تعود أما السؤال الخامس من فهمك المقطع الثاني وضح تعلق الإنسان بالدنيا ومتاعها الجواب يأمل الإنسان في دوام ملذات الدنيا وشهواتها فهو يكره الشيبة ويحب الشباب أما السؤال التالي بما تعلل لجوء الشاعر إلى الحكمة في المقطع الثاني لتخفيف الحزن والمعاناة والهروب من الواقع الأليم أما السؤال السابع تحدث الشاعر في أبياته السابقة عن مقاسة من العشق تحدث عن آثار أخرى للعشق في النفس الإنسانية منها التشاؤم والكآبة والغيرة والمرض والموت قال علي بن الجهم قد كنت بالعشاقي أهزأ مرة وهانا بالعشاقي أصبحت باكية وأزم بين هذا البيت والبيت الخامس من النص من حيث المضمون التشابه كلاهما أكد على لومه للعشاق أما الاختلاف علي بن الجهم استهزأ بأهل العشق وأصبح يبكي عليهم أما المتنبي كان يلومهم صار يعذرهم المستوى الفني هاتي من المقطع الثاني مثالا للتقديم والتأخير وبين أثره في خدمة المعنى الجواب بماء جفني أشرق هنا تقدم الجار والمجرور بماء على الفعل أشرق للتشويق ولأهمية المتقدم بماء والتأكيد على معاناة الشاعر أما السؤال الثاني أكثر الشاعر من استعمال الفعلين الماضي والمضارع في المقطع الثاني مثل لكل منهما ثم بين أثر ذلك في خدمة المعنى الفعل الماضي بكيت في المعنى يدل على تحقق البكاء ووقعه ونفي الشك في حدوثه في الماضي وأثرها لا يزال ماثلا في وجدان الشاعر أما الفعل المضارع النبكي أو يتفرق أو يأمل هنا أثره في المعنى يدل على تجدد معاناة الشاعر وتكرارها أما السؤال الثالث في قول الشاعر نار الهوى صورة بيانية حللها ثم أذكر وظيفتين من وظائفها المشبه الهوى المشبه به النار وأدات التشبيه محذوفة ووجه الشبه محذوف نوع الصورة تشبيه بليغ إضافي وظيفة الصورة الشرح والتوضيح شرحت الصورة ووضحت معنا المعاناة من الحب بتشبيهه بالنار فأقنعت بصدق المعنى والإحاء تجاوزت الصورة دلالتها الحرفية الواقعية لتوحي لنا بدلالات متعددة نكتشفها ونفسرها ونتأثر بها فالنار هنا توحي بالألم والمعاناة كما توحي بما يكنه الشاعر من مشاعر الحزن والأسى أما السؤال الرابع استخرج من البيت الأول محسن بديعا ثم سمه يأرق وتترقرق تصريع في البيت الأول خامسا نرتب التراكب الآتية لتكون منها بيتا شعريا والنفوس نفائسا والمستغر بما لديه الأحمق والموت آتن الترتيب يكون بالشكل الآتي والموت آتن والنفوس نفائسا والمستغر بما لديه الأحمق السؤال التالي هاتي من المقطع الأول الشعور العاطفي الأبرز ومثل لأدات استعمالها الشاعر في تجليته الجواب العلم قد استخدم الشاعر في تجليته التراكيب جوان يزيد عباة تترقرق ونار الهوى ونار الغضا السؤال السابع استخرج من البيت السابع مصدرين من مصادر الموسيقى الداخلية ومثل لكل منهما مثال تكرار الأحرف أو تكرار الباء في ابني وأبينا وأبدا وغراب البين والمدود الطويلة في أبينا وغراب والبين أما المستوى الإبداعي اختتم الشاعر وقصته بالبكاء على أيام الصبع اقترح نهاية أخرى الجواب الرضا بالواقع والاستعداد لمرحلة المشيب والانصراف عن الملذات لا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة